اشتركوا في القناة والعديد من وسائل الإعلام في القارات الخمس التفاصيل في تقرير موفد مركز الأخبار إلى المؤتمر سمية المير مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة جاء انطلاقة لمشروع تجديدي كبير يروم إلى وضع تصور جديد للمواطنة في الدول الوطنية ذات الأغلبية المسلمة تصور يوافق التراث الإسلامي ويتوافق مع السياق الحضاري المعاصر لحقوق الإنسان والدستير الوطنية والمواثيق الدولية نحن نشارك هنا بتجربتنا كمثال على ذلك وأظن بأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق رجال الدين لكي يحدثوا من خطابهم الديني والإسلامي حتى يكونوا على مستوى التحدي والمتغيرات التي تحدث في الزمن المعاصر عدد كبير من العلماء والمفكرين والوزراء وممثلي الأقليات والملل اجتمعوا لإطلاق إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات ليكون بمثابة التفعيل المعاصر لوثيقة المدينة المنورة التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم نؤكد أن ديننا يعلمنا أن نعطي الحق أن نعطي الحقوق الآخرين قبل أن نطالب حقوقنا وعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة قال ليهود دينهم وللمسلمين دينهم فعندما نتحدث عن حقوق الأقليات غير المسلمة في الديارة الإسلامية كان من الممكن أن يكون العنوان عكس ذلك حقوق الأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية أو حقوق الأقليات فكفة ولكننا نبدأ بأقصى درجات الإنصاف وأقصى درجات التسامح لنؤكد أننا نبحث عن المواطنة المتكافئة والتعايش السلمي بين البشر ونرجو أن يعملنا الآخرون بهذه المعاملة تم التحضير لمؤتمر مراكش لكي يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات يكون ثانيها حول الأقليات المسلمة في البلاد ذات الأغلبية غير المسلمة وواجب التعايش والاندماج الإيجابي ثم مؤتمر يتجاوز قضية الأقليات إلى تقديم تصور جامع لقضية المواطنة وعلاقة الدولة الوطنية بالدين هذه الحلقات تتكامل لإخراج إطار شرعي للمواطنة التعاقدية يصالح بين الانتماء الديني والدولة الوطنية المعاصرة تبرير الدين في النيل من حقوق الأقليات وكافة أشكال العدوان عليها كان أكثر المواضيع المطروحة أهمية حيث توخى المؤتمر أن يبين وبقوة وحزم أن اضطهاد الأقليات الدينية مخالف لقيام الإسلام ولتجربة الأمة التي لا نظير لتاريخها في التعايش والتسامح سمية المير لمركز الأخبار مراكش المملكة المغربية